فعلاً هو البارح نحن كان بعد بضع أيام من محنتها مشاهد وعكسة أنا في رأيي ارتباك الرؤية التونسية في علقة بالموضوع عذية ونجي نقول عليش الارتباك مشاهد متاع نهزوهم من بلاسة نحطوهم في بلاسة نوع زرافقها نوع من القلق لدي جزء من المجتمع التونسي كي أنه معنتها شايف وفهمه اللي فم ارتباك ومعها القلق فم كل جزء من التونسة اللي هو يعني يدخل في حالة نوعاً ما هستيريا ويولي يدخل في كلام ونوعاً ما كانوا في مجدولة يباراً نمشيوا في الشارع ودقاج الناس كل طردوهم وقريت استاتوي يندله الجبين الواحد كاتبوا فرحان ونستضحك متاع واحد قال الوايجة ملقيتش بي نسكن أخي عطيه بونيا ولا شنو ولا ضربوا بشيخ يسكنوا في السبيتار ونس تتبرتاجي فيها بما أنت فرحانة واللي هي حاجات تتحشم يعني وما تضحكش كنت ننتظر في أنه ما نخرجه من الأجواء هذية ونسمعه شنو ولا رؤية متاع الدولة طبعاً يلزم كأي طرف مش بشعتيك رؤية من جانب تقديم فمش خطاب سياسي طبعاً فما خطاب سياسي الخطاب السياسي منه معقول جزء متاع أنه راهو أصل المشكل وجذور المشكل هو في علاقة بها السراع شمال جنوب شمال المتوسط جنوب المتوسط لأنه في الأخر الفقر ما هوش نتج على أشياء معناتها في الدياناية متاعنا في إفريقيا مرة أخرى ونحن من إفريقيا هذيرا ونحن من إفريقيا ما هوش نتج على هذية بل نتج على تفقير الفقر ما هوش حالة تولدنا بها هي حالة ناتج على الصراع وبروسوس وموازين قواء ما استمرتش عشرة وعشرين سنة بل استمرت قرون هذية تتفق سياسياً وتختلف مع الرئيس هذية حاجة يزم أننا معناتها نتمسكوا بها من ناحية موضوعية مش من زاوية إديولوجية يا رب ويزمها تتقال تبقى الجانب الأخر متاع أن تحميل المسئولية اللي عمله الرئيس في الخطاب البارح لمن سماهم الخوانة والعملاء في الوضع اللي قايمتوا في الوضع متاع الناس اللي فلاكوا هزوهم حطوهم في ولاية جندوبة أو الناس اللي كانوا في وسط مدينة سفاقس قبل العام وحطوهم في ريف سفاقس كيف في العامرة هذية ما كانش مناسبة أنا في رأي مانيش قاعد نقولي لي ما فماش جمعيات تنجم تكون يقع تمويلها من أجل أنه تكون تونس أرض لجوء موجود ينجم يكون موجود ونتناقش فيه حالة بحالة زادا ونفهمه وشكون زادا حتى هوش بدت طلب عروض اللي حكي عليها البارح طلب العروض هذية صار صار بشاركة بين مجلس هذية اللي جئين تونسي اللي هو جمعية اسمه كونسي تونيزيان دي ريفوجيه ويبدو حتى رئيسه كان مدير سابق في المنظمة الأممية لللي جئين صار أم بارتونارياء مع المنظمة الأممية اللي جئين يعني موجودة فيها اللي هي طرف يعني رسمي معترف بهم الدولة تونسية ويبدو هذي كان يصير قبل كل ما نقدم طلب الوجوء للمنظمة دولية اللي جئين اللي موجودة الهنين في البحيرة آآ ويتقدم في الكروسي سوسيا يحطوا يخلصوا عليه التيل ودير صارت مشاكل بينتهم بعض الطالبين الوجوء ويزم هتدرسها كام بحالة بحالة لكن الارتباك اللي حاصل أنا في رأيه هنتم مسؤول عليه بشكل واضح الدولة تونسية لأنه نحن توا حتى سيبوزيز يسئل قال باهي نعرفه ممكن التصور لأوروبية شنوه لكن ما نعرفوش التصور تونسي شنوه التوا إلى حد اللحظة هذي معنيش بشكل رسمي إعلان ونشر لشنية الاتفاقات اللي صارت من المذكرة التفاهم في جويليا إلى حد دو معنيش آآ فما موقع آآ اسمه ستيت آآ ستيت واتش آآ أوروبي نشر في وسط مارس آآ وثيقة قالت حصلنا عليها هي قدامي توا مؤرخة في خمستاش ديسمبر الفين وثلاثة وعشرين مذكرة عمل على المجلس الاتحاد الأوروبي على كتابة العامة المجلس الاتحاد الأوروبي في مجموعة اللقاءات والاتفاقات اللي صارت نعرش مدى دقتها من مفروض الخارجية التونسية آآ في بالها بها خدر تم نشرها وموقع معروف هذه ستيت واتش وهي آآ آآ وثيقة إذن أوروبية فيها مختلف حتى الأموال اللي تم الاتفاق عليها لدعم وتعزيز القدرات متاحا آآ الحرس البحري وأيضا جيش البحر الأهداف الأهداف منها آآ استباق ومنع الهجرة غير نظامية من تونس لكن أيضا إلى تونس بالتالي اللي جاية من دول الساحل والصحراء آآ في حديث على مركز مشترك تونسي ليبي لمواجهة الهجرة غير نظامية ما فماش حديث على الجزائر ما فم حديث على ليبيا وتم الاتفاق فيه مع الجانب التونسي آآ فم المبالغ اللي تم تخصيصها سبعة وستين مليون دولار مثلا بنهاية سنة 2023 لتعزيز استمال قدرات الأمنية هذية نحنا نحتاج يعني حتى الاتحاد الوروبية موش آآ نشر هذي كل آآ معنا دايور الوثيقة فيها هذي هذي مواجهة لمجموعات عمل داخلية في الاتحاد الوروبية مهيش علنية معنا هذي الجمعية هذي ستيت واتش تحصلت عليها ونشرتها للعموم آآ هنا يلزمنا شوية وضوح اللي نجمع راوه بار كونتر بغض النظر على الاتفاقية الفعلية اللي نجمع راوه هو واضح آآ عنا زيادة في عدد اللاجئين او الطالبي اللي يحبوا يمشيوا الغديك آآ اللي يقولوا نحنا ماشيين من العبور دول مقصد خلنا تفقوا اغلبية هذو ما ما همش آآ نوين يقضي هذو ما دونك ماشيين الغديك بيه آآ فما زيادة منطق العدد منطق اللي تمنعوا قاعدوا في تونس طوان خنشوفوا جماعة العامر على سبيل المثال مهمش آآ مجيوش آآ هال خمساليف ولا سبعاليف ولا عشرة لاف تختلف الارقام آآ مجيوش آآ معنتها توا هما نجيين على تراكم متاع عديد الاشهر يعود الى حوالي العام اذا كان مش قبل العام ليفات هذو ما آآ عليش مزالوا موجدين لهناء على خاطر تم منعهم من معنتها من تونس مش انتي قبل القبلة قلت سيبو زيزي تم منعهم اوروبيا هو النجاح هو النجاح يعني بغضفرين هو هو الترف التونسي هو اللي منحهم مش ترف الاوروبي يعني يعني هما ممنوعين آآ يعني تونسيا واذاك عليش رجعوا لتونس خاطر من الاشياء الموجودة في الاتفاقات وموجودة حتى في الامر الرئاسي اللي ديما نرجع له خمسة افريل 24 انو تونس ولا تعتمد رسميا في هالمصطلح هذي متاع البحث والانقاذ تعبير تقني يعني انو طرف التونسي يلقى طرف البحر مش فقط يمنعوا تحت عنوان الانقاذ بل ايضا يرجعوا لهنا وعندوا مجموعة مليزوبليغاسيون كي يعمل عملية لنقاف لنفايل عناية واتسيطرة دونك هذو ما الطرف التونسي تخل في مجال متاع منع نفس الشي اللي هنا في في نالمالي طالب اللي قاعده في البحيرة في الاخر يعني عنا استراتيجية المنع تخلنا فيها منع كذا رغم اللي هي ما هيش ناش حتى نجيهم بعد الرقام الرقام بتاع فرونتكس اللي هو المؤسسة رئيسية بتاع حرس الحدود اللي يتنسق من حرس الحدود الاوروبي راهي تونس هي منشأ حوالي عشرين في المياه عام الفين وتلاثة وعشرين من عمليات الحرق ونقول الارقام الهنا غينية اكثر واحدة تسعتاش نلف الغينيين اللي يخرجوا من تونس تسعتاش نلف اللي يخرجوا من نيجير ومالي الى اخيرية ثمونتاش نلف ملكود ديفوار سبعتاش نلف والتوينسة سبعتاش نلف هذي الارقام الاوروبية الرسمية اللي خرجت في التقرير متاع الفرونتكس الانوالبريف متاع الفين وتلاثة وعشرين نحب تقوله فما خطط المنع لكن ما فاماش خطة ماذا نفعل بعض المنع فلا اتفاقات هذه اللي تم الاشارة لها ولا في المباحثات اللي موجودة مع الطرف الاوروبي فما حديث على برورة اعادة الناس هذوما انه تتعمل خطة تونسية اوروبية لاعادة الافارقة جنوب سحراء للدول المصد والهناه فما فرغ ما فاماش وضوح يعني فما المنع لكن ما فاماش لا التمويل لا اتفاقات لا وضوح في علاقة المفروض والهناه من خطة الموضوع معقد شوية وجزمنا نخرج من حالة العاطفية والواحد وندخلوا الى التفاصيل دي ونحط رويحنا مش في الموقع كما نقوله المعارضة او الموالات نحط رويحنا في موقع انه ونحن نحسب رويحنا شديين الدولة تونسية وندخلوا حتى في سجال مع الدولة ومع الرئيس بشكل خاص على القاعدة هذية وانه حتى ما نزيدوش على بعضنا في الوطنية ندخلوا على اساس المعطيات الموضوعية والمسلحة العلية للدولة هذية يستوجب انه نقولوا هذا انه فما خطة وتقدم في خطة المنع لكن ما فماش بشكل موازي تقدم في خطة انه بعد ما نمنعو شو مش نعملو بيه انه وشنو اتفاقاتنا مع الطرف الجزائري النقطة الاخيرا انه الرقم الوحيد اللي يصح البارح سمعتم اه هو جاي في اتار يبدو التنسيق الليبي التونسي في الملف هذية الرئيس قال البارح رجعنا ليبيا اربعمائة النقم الوحيد اللي قال في نهاربارك في نهاربارك الى اي مدى هذا سير في تقدم تنسيق تونسي ليبي خاصة اللي البارح في البيان بتاع الرئيسة اللي بارتاجات وزارة الداخلية متاعنا فما تركيز في اللي قال يصار بين الرئيس ووزير الداخلية الليبي الترابلسي على موضوع الهجرة غير نظامية هذية بار كونتر في البيان الليبي ما فماش حديث على موضوع الهجرة الهجرة غير نظامية باي شكل من الاشكال ويتحثوا اساسا على موضوع راس جديد نقرا واما سيشمع